ماذا تفعل ميليشيا الحشد في إيران؟ سؤال أثار ضجة كبيرة ليس في الشارع العراقي فحسب بل تحت أرويقة البرلمان الإيراني خصوصا مع ارتفاع الغضب في الأحواز بعد اتهام الناشطين والحركة الأحوازية للسلطات الإيرانية بتعمد إغراق مدنهم وأراضيهم الزراعية إن لم تكن ساعة رد الدين فما هي إذن؟ فبحسب رئيس محاكم الثورة في طهران موسى غضنفر آبادي إنه في حال تخلى الإيرانيون عن دعم ثورة الخميني فإن الحشد في العراق وغيرها من الميليشيات الأفغانية والحوثية مستعدون لحمايتها وعلى غرار دخول قاسم سليماني للعراق بدون تأشيره دخل أبو مهدي المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد إيران وأشرف مع سليماني على عمليات ردم السيول في جنوب غربي إيران والتي يتهم الأحوازيون السلطات الإيرانية بأنها كانت عمليات منظمة تحت ستار الطوارئ لمنع انهيار السدود لكن الأساس فيها إغراق مناطقهم تمهيدا لعمليات تغيير ديمغرافي فيها وفي الوقت الذي تقول هيئة ميليشيا الحشد إنها أتت لتقديم المساعدات للمتضررين في إيران جراء السيول تؤكد منظمة حقوق الإنسان الأحوازية أن الحرس الثوري الإيراني منع أربعين شاحنة من العراق الدخول لإيران لأنها لا تنتمي لميليشيا الحشد كما قام باعتقال أكثر من أربعة وثلاثين ناشطا أحوازيا في مجال الإغاثة بتهمة نشر أخبار مضللة عن الفيضانات كما وأشارت المنظمة في تقرير لها أن ميليشيا فيلق القدس وبعد زيارة قائدها قاسم سليماني إلى أقليم الأحواز قامت بجلب ميليشيات الحشد لتكون على استعداد تام لقمع الاحتجاجات الشعبية هناك لتعيد ذات سيناريو العنف الموكل للميليشيا والذي حول مدنا بأكملها في العراق واليمن وسوريا إلى خرب إنها ليست صورا من غزو المغول إنها الرايات الطائفية التي ترعاها إيران ترجمة نانسي قنقر